نستكمل الحديث عن الفصل الرابع من مقرر إلى الوام العامة فصل الأحياء الموضوع التاسع الجهاز البولي الأهداف يتعرف الطالب تركيب الجهاز البولي يستنتج وظيفة الجهاز البولي يستشر عظمة الخالق سبحانه وتعالى في عمل الجهاز البولي نشاط مما يتركب الجهاز البولي تركيب الجهاز البولي يتركب من كليتين كليا يمنى وكليا يسرى حالبين حالبان ثم المسانة البولية ثم القناة البولية في الشكل اللي قدامنا كليتين حالبين مسانة ثم القناة البولية نشاط كيف يعمل الجهاز البولي عمل الجهاز البولي يتم نقل المواد الإخراغية الناتجة عن أكساد الغذاء عن طريق الدم إلى الجهاز البولي للتخلص منها بعد كليا يقوم الكبد بتكسير وهدم المواد السمة والعقاقير الزائدة عن حاجة الجسم وتكون البولينة والتي تنتقل الجهاز البولي عن طريق الدم عشان إن برضو تخلص منها المخاطر التي تهدد الجهاز البولي من هذه المخاطر فاشل الجسم في التخلص من البولينة كما في حالة الفاشل الكلوي عفان الله جميعا وذلك يتسبب في تراقم البولينة في الجسم التهابات حادة ومزمنة تصيب الجهاز البولي قد يكون سببها كائنات دقيقة مثل البكتيريا والفطريات قد يكون سببها بعض الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات أكتب تقرير عما تعلمته